الحمد لله الحمد لله العظيم المتعال ذي العظمة والكبرياء والجلال له الأسماء الحسنى والصفات العليا ونعوت الكمال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العطاء والفضل والنوان وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله طيب الشماء الكريم الخصال صلى الله وسلم عليه وعلى صحبه وعلى الصحب والآن أما بعده أيها المؤمنون اتقوا الله تعالى حق التقوى وراقبوه سبحانه وتعالى مراقبة من يعلم أنه يسمعه ويراه وعظموه بقلوبكم وعظموه بقلوبكم فإن تعظيم الله جل وعلا من أعظم العبادات وأفضل القربات القلبية وأشرف أعمال القلوب أيها المؤمنون إن القلب المعظم لله سبحانه وتعالى هو الذي يقدره حق قدره ويعظم حق تعظيمه هذا قلب سعيد في الدنيا والآخرة وإذا كان القلب معظمًا لله سبحانه وتعالى عظمه العبد في شرعه في دينه في كتابه وعرف مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وعرف حق الله وخضع له سبحانه وتعالى عباد الله اعلموا أن من أسماء الله سبحانه وتعالى العظيم العظيم قال سبحانه وهو العلي العظيم وقال تبارك وتعالى فسبِّح باسم ربك العظيم فهو جل وعلا عظيمٌ في أسمائه عظيمٌ في سفاته عظيمٌ في أفعاله في كلامه في شرعه سبحانه وتعالى ويستحق من عباده حق التعظيم يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعًا قبضته يوم القيامة والسماوات مطوياتٌ بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركهم وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال جاء حمرٌ من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إسبوع والأراضين على إسبوع والشجر على إسبوع والماء والثرى على إسبوع وسائر الخلائق على إسبوع فيقوم أنا الملك فضحف النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجزه تصديقًا لقول الحبر ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهُ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطُوِيَّاتٌ بِيَمِينِهُ سبحانه وتعالى عما يُشركون فليستحق أحد التعظيم الكامل والتكبير والإجلال رير الله سبحانه وتعالى فعلينا عباد الله أن نعظم ربنا ومولانا وسيدنا سبحانه وتعالى بقلوبنا وألسنتنا وأفعالنا ويُطاع فلا يُحصى ويُشكر فلا يُكفر ويُذكر فلا يُمسى سبحانه وتعالى نخضع لأمره وحكمه الشرعي والكوني ونسلِّم جميع أمورنا إليه تبارك وتعالى ونحترم معظَّمه من الأمكنة كالمساجد والأزمنة والأشخاص والأعمال عباد الله ومما يعين العبد على تعظيم الله تبارك وتعالى وتحقيق هذه العبودية التفكر في مخلوقات الله العظيمة التفكر في مخلوقات الله العظيمة وآياته العجيبة فإن عظمة المخلوق دليلٌ على عظمة الخالق وقوته وعلمه وسلطانه تبارك وتعالى لذا قال تبارك وتعالى ما لكم لا ترجون لله وقارى أي ما لكم لا تعظموه حق تعظيمه وقد خلقكم أقوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات انطباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا الآيات ويقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لا آيات لأولي الألباب أي براهم واضحة على عظمة الخالق فلا يُعبد إلا الله سبحانه وتعالى فالتفكر في عجائب مخلوقات الله تبارك وتعالى يهدي العبد ويسوقه إلى تعظيم خالقه تبارك وتعالى إذا تفكر في الأرض ثم نذر فوقه إلى السماء وسعته ثم نذر ما يحيط به من الجبال أورثه ذلك حق التعظيم يقول الله سبحانه وتعالى أو الله تبارك وتعالى بيَّن لنا هذا وأرشدنا إلى ذلك في كتاب الكريم فبيَّن عظمة السماوات وسعة الأرض ثم بعد ذلك في القرآن أيضا بيَّن سعة الكرسي وعظمة الكرسي وأعظم من كل هذه المخلوقات العرش قال سبحانه وسعة رسيه السماوات والأرض وثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة خمسمائة عام وبين كل سماء مسيرة خمسمائة عام وبين السماء السابعة والكرسي مسيرة خمسمائة عام والعرش فوق السماء والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليهم ويعلم ما أنتم عليهم فالله سبحانه وتعالى أكبر من كل هذه المخلوقات العظيمة الكبيرة وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعظم الرب في الركوع وقال أما في الركوع فعظموا فيه الرب وكان يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة فعلينا يا عبد الله أن نرجع إلى دين الله وأن نتفقها في معرفة الله فإن في هذا الخير كله والسعادة كلها والحمد لله الحمد لله رب العالمين وأشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهدوا أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لكم أعبد الله أنه يمكننا التخطر أن نتفقه أنه يمكنني أن نعرف أن نتفقه أن نحن نؤثر أن نحن Dancing ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر كما لاحقيرا أنت الله تعالى كيف فعله pour les gens voués d'intelligence c'est à dire que toutes ces créatures nous poussent à reconnaître la grandeur d'Allah et donc il est le seul à mériter entièrement toute l'adoration Ibn Mas'ud l'espace qu'il y a entre le premier ciel et le deuxième ciel est équivalent à 500 années puis l'espace qu'il y a entre le deuxième et le troisième pareillement, il a dit cela jusqu'au septième puis il a dit et l'espace qu'il y a entre le septième ciel et le Kursi est équivalent à 500 années et le Arsh, le trône est au-dessus de tout cela et Allah est au-dessus de son trône donc Allah est élevé au-dessus de tout ça et il est plus immense que l'ensemble de ces créatures toute cette connaissance doit te pousser au serviteur d'Allah, délaisser la désobéissance d'Allah à te diriger vers son obéissance à accepter sa religion et t'y soumettre ou sont ceux qui manquent de respect à Allah tabaraka wa ta'ala ou sont ceux qui l'insultent et se moquent de sa religion ou de son prophète ou de ses signes du Qur'an ont-ils estimé Allah comme il devrait l'être ? ou sont ceux qui délaissent la prière et la retarde ? ont-ils estimé Allah azzawajal ? ont-ils estimé comme il le mérite ? ou sont les femmes qui délaissent les prières à l'heure ? qu'ils enlèvent le voile et de zobéissance à Allah azzawajal ? ont-ils estimé Allah azzawajal ? comme il le mérite ? ou sont ceux qui délaissent la prière en commun durant la semaine et ne reviennent que le jour du vendredi ? ont-ils estimé Allah azzawajal comme il devrait l'être ? toute personne qui a un manquement dans l'adoration d'Allah a un manquement dans la considération et l'immensité d'Allah et plus la personne connaît Allah plus elle l'immensifiera plus la personne connaît Allah à travers ses noms à travers ses attributs et en méditant la grandeur de ses créatures lui il connaîtra Allah azzawajal le craindra s'éloignera de sa désobéissance et se dirigera vers son adoration subhanahu wa ta'ala plusieurs personnes ont des proches qui sont malades il y a un frère dont l'enfant entre à l'hôpital il vous demande de faire des do'a il y a des personnes qui sont endettées qui vous demandent de faire des do'a pour eux et toute personne est prouvée أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفات العلا وهو الحي القيوم أرحم الراحمين أن يفرج عن جميع المسلمين أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وهو الحي القيوم أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم إني أتوسل إليك بحبي لتوحيدك اللهم إني أتوسل إليك بحبي للعلم اللهم إني أتوسل إليك بتدريس الناس توحيدك أن تشفي أمي وأن تشفي سائر مرضانا ومرضى المسلمين وصل اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا